هادرون هادرون يس هلاو جايز قبل ما نبدو الفيديو نحبه و نوصله السلام عليكم و نرى بركاته و طبعا رجاء لكم الفيديو جديد ان شاء الله الفيديو هوا هنتكلمه شوية على شوية مارات ممكن ان استفدت منها من كتر ما تخرجت على الفيديوهات من اليوتيوب الفيديو هوا شفته و فيه سيارة و شفت ان فيه واحد سكر الباب على طول انزل طبعا اللقضة هي رد الفعل قدروا تكون عندك رد الفعل قوية مش نحصل اللي صار كالاتي حاولت ان نرمي رمانة و فجر الباب حتى لو جاي وراء الباب سوف نرى و يبدأ سهل علي اقعد اي دور اقعدت ندور انا و اياه جوية اقعدت ندور انا و اياه حلو فحاولت اني ناخد ساتر و نكحل بشوية فكلها ميرومانة الحمدلله و هذا القصف المهم شندير شندير قعدت نكحل شوية بعضين اللي درت اني ينجز من البالكول زي ما تشوفوا طبعا هذا الحل الوحيد اللي ممكن انت تديره التفاف احنا يقول تدير التفاف حركة جميلة وسريعة و ضرورة تكون انا طولت فيها ادويت على الحركة قبل حتى ما يبدأ هيا يا عمي ايوازة زيتوا فبننجز له و هندين له واحدة سوبرايب و نعطي هذا على طول هيكي تكون عليكت عليه و تالت احد احد الحركة بها هي المهم الحركة الثانية الغلطة هي طبعا اللقطة هي المقطع هو المقطع هذا فيه غلطة الغلطة اللي صاير حتى اني شدت الرمانة مربطهاش وهذه غلطة ثاني شي قاعدت نستنى فيه وهو رماء رمانة ما تفجرتش جدت في جنبي فأنا حاولت ندير جريب نفس اللقطة يعني ننجز و نلتف لو هذي غلط لان اما عندي السماعات ما عرفتش من هما جاء ننجز على طول و خلاص تلفت ما لقيتاش هو قاعد يدور وراي و انا قاعدت ندور وراي نظام توم الجاري و الجوم ليح المهم زي ما شوفنا هنا هو طلع دار اللقطة هو حلوة يعني اللقطة اللي دارها انه هو مبطع طول فانشاني الضرب بما انه انه نضرب فسلاح يرقب فوق وفيه اللقطة هي اللي تاوب نشوفوها حدايا طايح قدامي فيه غلطة ناس تدير فاها يعني الله غالب عندي تسعة ملت انا عندي سلاح تانية انا طايحتم طول مهما كانوا بوتات ملعبية فيه ناس تدير يعني تطيح الول وتفنش عليه لا طايح لور و بعدين الثاني وبعدين تفنش يعني لو عندك مجال كما انه لا تدير واللقطة هي مجرد انه فيه بوت جال اهى استنى 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 وطبعه استنى 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 استني وقف فشفت البوت ووقت الى فشتر طبعه مصلاح خميل مصلاح ثابت مايدمش ازا الـ A-KM بس تابت كنت بقت تابت هنا اللقطة شان صارت أنا كنت نسوه فقالوا لي فيه ناس ما التفيت طول ما شفتش الحجارة وهنا على طول ردت الفعل انزلت من السيارة وخليتها تامشي هم ميسحبونيش انين ينزل لأنه كانوا يضربوا في الناس اللي في السيارة والسيارة كانت تتحرق حتى لو نقص الطاقتي شوية بس ما عادة نزلتم زي ما تشوفوا حاولت ان ينفنش الأول بعدين شفت واحد جاي على طول اللقطة اللي صارتها هي ان كنت تضرب السلاح وتمشي شوية يمين ما تقعدش في امكان لأن لو بتقعد في امكانك هيركز على رأسك ويطيحك على طول وعندك هنا توا اللقطة الثانية ان الشباب جوا قلوني هؤلنا جوني زوز طبعا قلت انهم استنوا شوية علاش استنوا شوية لأنهم ما يخلوش فيها دمشق اللون يعني اول ما من قيمهم في نفر تاني حي يمشي اللون فأنا عاودت اللون وفت على طول مشتاء اللون في الصناديق الثاني احصلنا لن اخذ سجل قمت بالفسر احصلنا لن اخذ سجل تقب بالسجل لا نفرح ایسار او ايسا ركسة وقصنا وجونا مليح بس كانت آخر رقصة لينا لاش اللي صار في الخطأ في الفيديو هو في خطأ خطأ فادح 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 أركب 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 من صديقنا رقم ني واحد الخطأ اللي صار اللي صار اللي عاشي بنجيب سيارة فشن صار هو ضرب السيارة طرق لها فمعاش بنمشي قعدت نكعب لو أنيه لو أنيه عندي سيارة صار فيه التفاف على رقم ثلاثة رقم ثلاثة قعدت نمشي وقعد يمشي باية رقم ثلاثة قعد يمشي هذه غلطة صيرة معاش تقعد بروحك والشباب كلها متحركة قعد يمشي 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 داروا علينا التفاف وقتلوه وبعدين رقم أربعة داروا علينا بوش وهذه غلطة المفروض كنا نديروا بوش صحات فطاح رقم أربعة ونين كحل بالكار الحجم مش مية في المية نعرف نضرب بي كار بس نطيح يعني أمور تماما في اللقطة هيا ما طيحتش بكل لأن رؤية مش واضحة فالولد طاقته بتتمشي كلمت قدورة قلت لأنيتعون كحل عليهم بره ارميت السموك طبعا رقم قدورة قاعد يقول في اسمه رقم واحد ما يبيش يتحرك قلت على لك او بضمجتها بدام رقم واحد ما يبيش يتحرك قللي برا انت واني تغطي عليك فاللي صار كالاتي اتفرجو طبعا هو عساس بيغطي عليها انا يمشي التون جي عليي الضغر على طول هو تغطي قلب يغطي عليك المفروض تضرب وتخوفه لكن اللقطة اللي صارت إرمي دخان تعال علي المهم فكي تمت وإن شاء الله أجبكم الفيديو وفيه أكيد فيديوهات تانيات بس هادو بعض اللخطات اللي أنا عجبتني وحبتني نتكلم عنه أشكي إن شاء الله بيدي جين والسلامة طبعا إذا انتوش تديروا سبسكرايب وترنوا الجرس وانتظرو نفحه جديد سلام